ولكم تومايت يا عنال معكم يا رامي الكاوي من كايك ان تايك بما اننا في ايام مفترجة وهي الليالي العشر الاولى من شهر زو الحجة ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا هناخد كلمات دينية يمكن ما تكونش تعرفها let's get started اول حاجة هنبدأ بيها وهي اركان الاسلام اركان الاسلام الخامسة معناها five pillars of islam طبعا فيه اكسنت بتقول islam لكن احنا هنقول islam انا بحب الاقرب للكلمة اللي هي العربي خصوصا في الحاجات الدينية يبقى five pillars of islam اول حاجة الشهادة ومعناها declaration of faith declaration of faith اما تاني ركن وهي الصلاة وتقريبا يعني معظمنا عارفوا ان هي اسمها pray pray الصلاة يعني pray يعني for example ممكن نقول it's applicatory for muslims to pray five times a day it's applicatory يعني انه فرض for muslims على المسلمين to pray five times a day انه هما يصلوا خمس مرات في اليوم الركن اللي بعده وهو الصيام معناه fasting fasting واللي بعده الزكاة وذكاة بالانجلش يعني arms giving arms giving حرف ال L اللي هو تاني حرف silent فمش بننطقه فهو اسمها arms giving معناها الزكاة وخامس ركن والاخير في ال five pillars of islam هو الحج وطبعا لما نستطيع اسمه pilgrimage 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 ده معناها الحج ندخل بقى في قصة التزبيح التزبيح معناه give praise give praise وحرف ال S هنا بننطقه Z يعني هنقول give praise give praise معناها التزبيح لما بتسبح بتقول ايه سبحان الله سبحان الله معناها glory to Allah glory to Allah او glory to God يعني God والله واحد بس انا بحب استخدم الله اكتر دي حاجة يعني كل شخص ممكن يقول اللي هو عايزه طالما الاتنين نفس المعنى glory to Allah او glory to God معناها سبحان الله والحمد لله معناها praise to Allah praise to Allah or طبعا ممكن نقول praise to God والله اكبر معناها الله is the greatest الله is the greatest معناها الله اكبر مسلم طبعا عارفين ان اسمه مسلم والدين الاسلام نفسه اسمه اسلام او اسلام اما اسلامية يعني مثلا لو قلنا كلمات اسلامية او عبارات اسلامية ممكن نقول اسلامك وارد او اسلامك فريزس المهم ان هي اسلامية معناها اسلامك وبما اننا بنقول حاجات في الدين عموما او كلمات موجودة في القرآن او في الاسلام عموما عندنا فهنقول ملائكة معناها angels angels دي معناها الملائكة طيب الانبية او النبي معناها prophet prophet وطبعا لو عايزين نقول الانبية يعني جمع هنحط الاس بتاعة plural prophets prophets يوم الايامة معناه judgment day judgment day ولازم يبقى عندك faith faith اللي هو الايمان ايمان يعني faith وكلمة عبادة اي حاجة بتعملها لربنا او في الخير دي اسمها عبادة زي الصلاة عبادة اي حاجة بتعملها لربنا عبادة عبادة نفسها اسمها worship 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 وحرف الاو اللي بعد الو مش بنقول worship يعني حاولوا حرف الاو وعقدة حرف الاو ما نمدش بوزنا كده خالص ما نعملش كل حاجة نفخمها worship worship كأنه مش موجود بننطق الو وراها الار على طول worship ولو عايز تقول على حاجة دي مقدسة زي القرآن مثلا فهتقول holy quran holy quran أو مثلا لو عايز اقول المكان ده مقدس هنقول holy place holy place فيه جملة ممكن تسمعها بتقول you should thank god for the blessings he gave you you should thank god for the blessings he gave you ومعناها ان انت المفروض انك تشكر ربنا على النعم اللي هو مديها لك هنا blessings معناها نعمه ولو شلنا حرف الاس طبعا هتبقى blessing يعني نعمة واحدة بس ممكن تيجي بمعنى تاني زي مثلا may the blessings of god or of allah rest upon you معنى الجملة دي بالعربي بتاعتنا بارك الله فيك يعني may the blessings of god rest upon you معناها بارك الله فيك يعني معناها كده ان blessings ممكن تيجي بمعنى نعم وممكن تيجي بمعنى بركة وممكن تيجي بمعنى تالت خالص وهي يرحمكم الله يعني لما حد يعتص بنقوله يرحمكم الله يعني bless you زي ما هنشوف الفيديو اللي جاي كده bless you bless you hey they go god bless you bless you maddie go go god bless you it's a simple blessing but an important one it's a really great pleasure to meet you what a blessing اما الجنة فاسمها heaven والجامع ما اسموش موسك خالص هو اسمه ماسك 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 هنا مش موسك اسمه ماسك ولو عايز تقول لحد ما شاء الله هنقول الله will it or god will it ان شاء الله معناها if god wills it if god wills it or ممكن نقول god willing معناها ان شاء الله god willing بسم الله in the name of god in the name of god استغفر الله استغفر الله I seek forgiveness from Allah إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ to Allah we belong and to him we will return إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ to Allah we belong and to him we will return والسلام عليكم معناها peace be upon you peace be upon you وفي آخر الفيديو هقول لكم جزاكم الله خير هنقول إيه May Allah reward you with goodness May Allah reward you with goodness Thank you for watching يارب أكون فتكم وتكون حاجة حلوة تعلمناها في الأيام دي